بسم الله الرحمن الرحيم آله وصحبه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأعساء والأوفياء في كل مكان سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سنتحدث فيها عن اسم من الأسماء الإدريسية الذي هو يا نور كل شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره يا نور سأعرفكم ببعض من أسراره وخواصه وبركاته فتابعوا معي هذه الحلقة على بركة الله يا نور كل شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره يا نور هذا الاسم الجليل المبارك هو من الأذكار الجمالية وهو من أحب من بين أحب الأسماء الإدريسية إلى قلبي من داوم على ذكره كساه الله بحلة من نور وصار محبوبا مطاعا عند الخلق ونور قلبه وبصره وبصيرته وهو ذكر الفتوحات الربانية والفيضات اللدنية ولمن أراد بركات وتجليات وخيرات هذا الاسم الجليل فليداوم على ذكره حبا في الله وتقربا لله لا لشيء ولا على شيء مئتان وستة وخمسون مرة يوميا في أي وقت تيسر له ولمن احتار في أمر ما أو أشكل عليه اتخاذ قرار حاسم في أي موضوع يخصه أو تردد في الاختيار السليم فليذكره أربعون مرة قبل آذان صلاة الفجر وبإذن الله تعالى يلهمه سبحانه القرار أو الاختيار السليم ولمن ضاقت معيشته وكثرت همومه وشح رزقه يداوم على ذكره بعد كل صلاة فرد مئة وإحدى عشر مرة ويقرأ بعده صورة الفاتحة مرة واحدة ثم صورة القدر مرة واحدة وبعدها يدعو الله بما يشاء وله تجليات هائلة أيضا لمن يعاني من تشوه الجمال سواء بسبب سحر أو عين أو حسد أو مس أو أيضا لنظارة البشرة وتخليصها من البقع السوداء والبثور يقرأ يوميا إحدى وعشرون مرة على كأس ماء تشرب منه ثم تمسح به أيضا على الوجه كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم أشكر لكم متابعتكم ووفاءكم ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر